السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاي حضراتكم عاملين ايه ربي دايما تكونوا بخير ومعنا النهاردة فيديو جديد وخبر جديد بس يا ريت قبل ما نبدأ خبرنا ما ننساش نعمل لايك وكمان نشترك في القناة شان يوصل لنا كل جديد من الفيديوهات ان شاء الله خليكم دايما تفكرين ان هنا وبس هتلاقي كل الاخبار الجديدة فلا تدور ولا تحتار ادخل على القناة على طول وانت هتعرف كل خبر جديد ان شاء الله خبرنا النهاردة بيتكلم عن ايقاف حسن شاكوش اللي اعلنه الفنان هاني شاكر وقال ان حسن شاكوش هيوقف نهائيا عن الغنى خالص وقفو خالص وكل اعضاء اللجنة بتاعت الموسقيين قرروا النقابة قرروا ان هم هيوقفوا حسن شاكوش عن الغنى نهائيا وخالص ايه هياخدوا منه الترخيص طب ونسبة لتسأل اشمان حسن شاكوش بالذات اللي تعمل معاي كده هو كان مفروض هو يقف شاق والتزم بالشهر اللي وقفو ليه هو تعمل معاي كده وليه توقف نهائيا والفنان هاني شاكر بيقوله بنائس اصلا الاشكال دي خالص طب ما الاشكال دي منها كتير هو اشمان حسن شاكوش بالذات محمد رمضان بيغني وبيقلع يضمه على المسرح ومحدش بيعاجبه وغيره 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 من الفنانين الشعبيين اللي موجودين على الساحة اشمان حسن شاكوش بالذات اللي تمنع نهائيا عن الغنى ليه ما اخدش مرة كده لفت نظر خد وقف الشهر اللي اخده وبعدين رجع يغني تاني ايه اللي عمله حسن شاكوش على شان يتمنع ويتسحب منه الترخيص نهائيا ليه الناس بتسأل اشمان حسن شاكوش بالتحديد اللي النقابة وقفته برغم ان فيه مهاز الاخرى مش مجدش من حسن شاكوش بس لا ده في ناس تانية كتير جدا برضو مستويها رضيء يعني ومازالت موجودة على الساحة وهو ينوقف كله ينشغل كله وبكده خبرنا يكون خلص خلاص ونشوفكم فيديو جديد وحلقة جديدة ان شاء الله واستنونا دايما في كل الاخبار الجديدة هنا وبس حتلاقوها فما تدوروش وما تحتروش دخلوا على القناة على طول يشتركوا فيها عشان تعرف كل الاخبار الجديدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته